السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم طبعا أنا رجعت بعد طول غياب صار لفترة من قطعة ما عم مسجل ما عم أعمل دروس طبعا السبب أنه أنا عندي شوية ضغط باعتبار عم بدروس بالجامعة حاليا وبنفس الوقت عندي شغل بالترجمة فما عم يصير وقت لأقعد وسجل هلا اليوم تهزت الفرصة أن يسجل هذا الدرس هذا الدرس متابعة لسلسلة دروس المجتمع اللي أنا حكيت عنها من قبل هلا اليوم بنشوفه اسمه الدرس إكتنسكاب إيغور وك إداغ إكتنسكاب يلي هو الزواج إيغور وك إداغ يعني في الماضي والحاضر أو قديما وحديثا طبعا هو هذا نفس الدرس يلي أنا سجلته المرة الماضية ورجعت حزفته بسبب أنه ما كان في صوت طبعا أنا بعتزر يعني كان في مشكلة تقنية أنا ما كنت متبهت إلا هلا إن شاء الله حليتها وهلا إن شاء الله بنشوف الدرس مع بعض إذن الدرس متل ما قلنا بعنوان إكتنسكاب إيغور وك إداغ الدرس بيبلش إسفيريا فور اندردس فاميلي ليفت مكة إيسام باند ميد أفرغونج إسفيريا فور اندردس فاميلي ليفت مكة إذن في السويد تغيرت فور اندردس فاميلي ليفت الحياة الأسرية طبعا هاي هون سمن ستة أوردس فاميلي ليفت حياة الأسرة أو الحياة الأسرية مكة كثيرا إسام باند ميد طبعا هاي هون من حروف الربط يعني أو من أدوات الربط إسام باند ميد يعني بالتزامن مع أو بنفس الوقت الذي كذا يعني حصل فيه كذا إسام باند ميد أفرغونج يلي هي الانتقال أو ممكن كمان تكون المرحلة الانتقالية أفرغونج فرون بوندس سامهلت من مجتمع الفلاحين أو مجتمع الزراعي من الحياة الزراعية تيل اندوستري سامهلت إلى المجتمع الصناعي كمان هون بوندس بوندس سامهلت فيه هو كمان سامن ستأود وهون اندوستري سامهلت كمان سامن ستأود اندوستري وسامهلت كلمتين مع بعض دو من فلتد فرون لانس بيكدين تيل ستاتن دو من فلتد فرون لانس بيكدين تيل ستاتن إذن هون حيثو أو عندها في ذلك الوقت يعني لما صار هنا الأوبرغونج انتقل الناس فلتد فرون لانس بيكدين من الريف لانس بيكدين تيل ستاتن إلى المدينة مقاطع اللي بعدو فر إيتيدن فر إيتيدن فار ببا ماما وكبار ذا نور مالا شئر تميلين فر إيتيدن فار ببا ماما وكبار ذا متنsei بيكدين إذن في السابق كان الأب والأم والأبناء يعني هون شيرن فاميليا نواة الأسرة الاعتيادية يعني طبعا كانوا يشكلون نواة الأسرة شيرن هي الذرة أو النواة وفاميليا الأسرة كمان هون سمع ستة أور إذن كان الأب والأم والأبناء يشكلون نواة الأسرة Då var det nästan alltid pappan som ensam hade ansvaret för familjens försjöning. Då var det nästan alltid pappan som ensam hade ansvaret för familjens försjöning. إذن عندها عندئذ في ذلك الوقت كان الأب pappan تقريبا دائما som ensam يعني هون الوحيد بمفرده som ensam hade ansvaret يعني هون كان يحمل المسؤولية كان وحده المسؤول تقريبا دائما تقريبا för familjens försjöning عن عالة الأسرة أو تمويل الأسرة. إذن försjöning هي من försjörier يعيل أو طبعا يمويل بس هون عالة الأسرة. وأنصvaret för إذن هو كان عنده أنصvaret för كان المسؤول. إذن الحرف الجر مع الأنصvaret هو för. المقطع اللي بعده tolerancen för olika jeter var inte så stor. tolerancen för olika jeter var inte så stor. tolerancen هي الاحتمال طبعا هم معنا تقبل الخلافات أو الاختلافات. إذن تحمل أو تقبل أو احتمال إذا حبيتوا الاختلافات. أو ليك هيتر يلي هي عكس ليك هيتر var inte så stor لم يكن كبيرا. إذن هون لم تكن الاختلافات مقبولة جدا أو هون تحمل الاختلافات ما كانت كتير يعني مرحب فيها. من أكسبت ردي تل إكسيمبل انت بارن سم فدس utanför اكتن سكابت. من أكسبت ردي تل إكسيمبل انت بارن سم فدس utanför اكتن سكابت. إذن لم يكن تقبل لم يكن ولادة طفل خارج إطار الزواج مقبولا مثلا. يعني لم يقبل الناس من. طبعا هون نحن ما أتلكون دائما الجملة اللي بيكون فيها من هي مبنية للمعلوم قواعديا ولكن معناها مبنية للمجهول. إذن من أكسبت ردي تل إكسيمبل انت لم يكن مقبولا لم يكن الناس تتقبل ولادة طفل مولود سم فدس لم تكن تقبل طفل سم فدس مولود utanför اكتن سكابت خارج إطار الزواج. ريلا خونر هومو سكسي ولا يعني الجنسية المثلية. هومو دي معنى المثلي يعني هون سكس ولا يعني جنسية المثلية أو هي طبعا هومو من جنس واحد يعني من نفس الجنس. ريلا خونر العلاقات الجنسية المثلية ملن فوكسنا بين الكبار. فار ثور بيودنا كانت ممنوعة محظورة. إنليكت لاغ بموجب القانون إنليكت لاغ حسب القانون فرام تل نتون هندرة فورتيفيرا حتى العام الف وتسامية واربه واربه واربه. المقطع اللي بعدو عريق الآن عرضة كلا مظمة نظرها. عرضة كلا يه punto Cadaور من كلا مظمة نظرها في الزواج رغم الزواج كلا مضcken عرضة كلا مظمة نظرها في الزواجر صirtyمة نظرها. إذن اليوم يمنحونا يرؤوس يعطينا إذن هون مجتمع الرخاء مجتمع الرفاهية يلي هي الرخاء أو الرفاهية بالإنجليزي طبعا هون سمن ستة أورد كمان مجتمع الرخاء مكة إذن يمنحونا الكثير من الأمان أو من ذلك الأمان الذي تقين علينا أو كان علينا توجب علينا في الماضي البحث عنه في الأسرة طبعا هون مثل ما أنا شايفين كلمة تريغ هيت جاية نكرة مع أنه هي قبل منا دين طبعا إذا بتتذكروا بدرس متى يكون الاسم نكرة باللغة السويدية نحن قالنا لما الاسم بيكون فيه وراء جملة اسم موصول اللي هي تبلش بصم موصوف بجملة اسم موصول فقبل منه أداة تعريف فنحن الاسم لازم يكون بالنكرة لأنه نحن أضمنه ذلك الأمان وعم نحكي عنه هون فنحن هون لازم الاسم يكون نكرة لأنه وراء جملة وصف أو جملة تعريف إذن أما اليوم فقد منحنا مجتمع الرخاء ومجتمع الرفاهية الكثير من ذلك الأمان الذي تعين علينا البحث عليه البحث عنه في الأسرة لما مضى جملة لبعدة اوك بانجر فرون سامهلت اوك بهوفر انت بفاميلين ام يلب يعني هون مثلا على سبيل المثال في حال مريضنا ام هون حرف شرط ام اذا اصبنا بالمرض اذا مريضنا اذا هون عندها نحصل على خوكفورد رعاية طبية او رعاية صحية اوك بانجر ونقود فرون سامهلت من المجتمع طبعا هي على صيغة تأمينات الاجتماعية طبعا في عندهم مجموعة من التعويضات اذا فرون سامهلت اوك بهوفر انت ولا نحتاج ما في داعي بفاميلين ام يلب ان نطلب بي يطلب معونة او مساعدة من الاسرة اذا بي ام هذا فعل حرف الجر جاي مع بي بير طبعا هو طبعا بيجي الفعل بمعنى يصلي اذا بير فاميلين ام يلب نطلب المساعدة من الاسرة جملة لبعدة ارشاكرنا تل ات في يفتر اص الر فليتر ايهو هار فور اندراتيس فور اندراتيس ارشاكرنا تل ات في يفتر اص اذا هون الاسباب ارشاك ارشاكر ارشاكرنا يلي هي هون الاسم المعرف الجمع من ارشاك طبعا اين قرد اذا الاسباب وراء يفتر اص قيامنا بالزواج اصباب الزواج الى فليتر ايهوب فليتر ايهوب يعني الانتقال للعيش معا انو زوجي مثلا انتقلوا عاشوا بيت واحد اذا اصباب الزواج او العيش سويا الانتقال للعيش سويا فليتر ايهوب هار فور اندراتيس قد تغيرت ذي يفتر اص سلا او ايكونوميس ايلا πολيتس خير ذي يفتر اص سلا او ايكونوميس ايلا πολيتس خير نوفر تيد اذا حاليا في العصر الحالي في الوقت الحالي نادرا سلا ما نتزوج ما نقدم على الزواج يفتر اص او ايكونوميس طبعا خيل كمان هي مرادف لكلمة قرشك خيل هي اتورد نادرا ما نقدم على الزواج لأسباب اقتصادية او مالية او مادية او سياسية اذا كمان هذا هون اللي ممكن تعلموه ممكن تقولو اوف مثلا كذا خيل مثلا هون طبعا هون اسباب لانه هي هون اتورد لأسباب اقتصادية او بوليتسكا مشانيك اجت الايكونوميسكا بحالة الجمع والبوليتسكا بحالة الجمع اذا هون لأسباب اقتصادية كمان هاي ممكن هذا التعبير ان كنت تستخدمو اوف كذا خيل لأسباب مثلا ريليخوصة اسباب دينية مثلا نوفورتيدن في هذا الوقت الجمع اللي بعدها ده ار دو اندويدر سم يفتر سي ده ار دو اندويدر سم يفتر سي انته و سلكتر اذا ار دو اندويدر سم يفتر سي اذا من يتزوج هما شخصان من سيقبلان على الزواج طبعا الزواج سيجري بين شخصين انته و سلكتر ليس اسرتين ولا ليس بين اسرتين لا بين اسرتين اوك دي ار شنسلور سم ار جرندن فور اكتنسكابيت اوك دي ار شنسلور سم ار جرندن فور اكتنسكابيت والمشاعر هي اساس الزواج صار الزواج خائمين على اساس المشاعر اذا ما عاد الاسباب السياسية والاقتصادية وهي تحكم الزواج لا صار هلا المشاعر هي الأساس ولأنه هنا شخصين حيتزوجوا وليس أسرتين المقطع اللي بعده خيل ميسورنا وك ميليك هيترنا أت يفتا أمسي هار أكات خيل ميسورنا وك ميليك هيترنا أت يفتا أمسي هار أكات إذن هنا حالات الطلاق خيل ميسور يعني هي التينسكاب الزواج خيل ميسور هي الطلاق إذن هدول عكس بعض خيل ميسور وقتينسكاب أو هنفصال يعني أصلي هون الطلاق إذن حالات الطلاق وك ميليك هيترنا وإحتمالات إمكانيات ميليك هيتر ميليك هيترنا المعرف الجمع لإعادة الزواج أو للزواج من جديد قد ارتفعت وازدادت طبعاً نحن دائماً نحط أم بعد فعل يعني صار عنا الفعل عم يتكرر مرة تانية إذن مثلاً أم بروف فبيصيح عنا مثلاً إعادة امتحان يفتأ أم سي الزواج مرة أخرى جملة اللي بعدها هار جاعد للكلمة مرة تانية لأنه شوي صعبة إذن إذن شو اللي ارتفع كمان؟ الزواجات كمان الفردانية و المساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة يمستلهت هي المساواة بين الرجل والمرأة يملك هي طبعاً العدل والمساواة كمان بس يمستلهت المساواة بين مكانة الرجل والمرأة تحديداً إذن ارتفعت إذن هاي الشغلين كمان هي المساواة بين الرجل والمرأة فيما مضى بالسابق هادي فور إلدرارنا إذن كان للوالدين الأبوين ستورت انفليتاندي تأثير كبير على اختيار الشريك طبعاً هون مثل ما عنا ملاحظين فالت اجت هون معرفة والكلمة اللي بعدها نكرة عنا بالعربي اختيار الشريك بتكون هي الكلمة الشريكية اللي عادتنا نفيها اللي التعريف هون بسويدي بالعكس فالت هي بتكون المعرفة والشريك هي النكرة هاي وقتنا نكتب نحن مشان أنه ننتبه لها القصة فالت اض بارتنار الأول اسم بيكون معرفة الفالت معرف والبارتنار بيكون نكرة إذن في التاندي طبعاً هي اتورد موصوفة بستورت إذا بتتذكروا هي من اسماء الفاعل اللي بتشكل بإضافة أن دي للفعل طبعاً هون هي باعتبار ما عمالها عم بتشير لشخص فإذن بتكون اتورد إذن كان للوالدين تأثير كبير على اختيار الشريك الجملة اللي بعدها إنتي سوسيلاً هاندلدي دي أم أت يفتا سي إن إريت سلكت إنتي سوسيلاً هاندلدي دي أم أت يفتا سي إن إريت سلكت إذن لم يكن من النادر لم يكن التدخل في اختيار الزواج من أسرة ملائمة أمراً نادراً يعني لم يكن إنه اختيار الأسرة الصحيحة للزواج منها ما كان شي أمر نادر طبعاً هون أم هاندلدي أم وليس يعني الأم هو مو إعادة الزواج لأن الأم جاي مع بعد فعل هاندلدي إذن هاندلر أم يتعلق بي أو يقوم بي أو يعني هذا الأم دعف على فعل هاندلر بينما هون يفتسي هون ما في عندي أم إذن هو مو إعادة الزواج وإنما هون الأمر متعلق بي ومتابعة لفعل هاندلر إذن لم يكن الأمر نادراً أن يعني مشكلة تتعلق باختيار الزواج من أسرة مناسبة وهذا الأمر يعني اختيار الزواج من أسرة صحيحة كان هاماً بشكل خاص بشكل خاص هون أدرب وإذن كان أمر هام إذن كان أمر هام وإذن كان أمر بشكل خاص من أسرة مناسبة لفعل هات المكاني الاجتماعية الرفيعة أو العالية شو هندرة تيو يفتسي كرون برينسسان فيكتوريا ميد إنماً أف فولكت شو هندرة تيو يفتسي كرون برينسسان فيكتوريا ميد إنماً أف فولكت إذن عام 2010 تزوجت وليات العهد فيكتوريا برجل من العام ميو أور تيديري هادي هون ليرت شانا دانيل بيسلينج بو يمت ميو أور تيديري هادي هون ليرت شانا دانيل بيسلينج بو يمت إذن قبل تسع سنوات يعني قبل هذا التاريخ بتسع سنوات هادي هون طبعاً هون تيديري بمعنى إيرليار بالإنجليزي إذن هون هادي هون ليرت شانا تعرفت هون لارت لارا شانا يعني هون يتعرف على الشخص لأول مرة إذن هي تعرفت على دانيل بيسلينج في النادي في النادي الرياضي دار هن فار هنس بيرشون لغا ترينر دار هن فار هنس بيرشون لغا ترينر إذن هناك أو حيث كان مدربها الشخصي طبعاً هم متل ما اللي شايفين بيرشون لغا معرفة ليش جت معرفة الصفة لأنه جاي بعد هنس يلي هي ضمير الملكية صفة الملكية فإذن لازم يجي الصفة اللي تجي بعد اسم الملكية وضمير الملكية معرفة والاسم لازم يكون نكرة إذن هون هنس دريناري مدربها إذن هو الاسم تعرف بهنس صار معرفة من كلمة هنس والصفة لازم تكون معرفة تابعة للاسم إذن مدربها الشخصي ما في نقوم مدربها شخصي بالعربي إذن مدربها الشخصي إذن هون نفس الفكرة هون معرفة الاسم فلازم تكون الصفة معرفة بآ بينما الاسم معرفة عن طريق الهنس الصفة الملكية طبعاً هون حطينا هنس ما قلنا سين ليش؟ لأنه الفاعل هون غير المفعول به هون إذن هو شخص بينما هو كان هنس إذن قلنا سين بصير هذا السين المدرب الشخصي تبع الهان تمام؟ بينما هون نحنا عم نقول هنس لأنه هو الشخص تاني حتى لو كما سمع نحكي عن شخص مثلا هنس إذن قلنا كمان هن و هنس بصير شخصين مختلفين أما إذن قلنا سين فصار هذا هون الشخص هذا اللي هو مدرب الشخصي راجع للهن شمنا اللي بعدا؟ سكفلر تيدنينغرنا هار سكريفت نوغرا سبالت شيلوميتر أم برينسيسانز وال إذن سكفلر تيدنينغرنا هار سكريفت نوغرا سبالت شيلوميتر أم برينسيسانز وال إذن هون مجلات اللي تعنى بالإشاعات والفضائح سكفلر تيدنينغر هار سكريفت نوغرا سبالت شيلوميتر يعني هون كتبت مثل كيلومترات يعني بمعنى أنه هي مباب المبالغة كتبت الكثير عن خيار الأميرة برينسيسانز وال طبعا هون طبعا مثل ما إنا شايفين كلمة وال نكرة لأنه هي معرثة باسل جنيتف بكلمة برينسيسانز عن خيار الأميرة من دي بار ألدك فروغا أم نوغون سكندال من دي بار ألدك فروغا أم نوغون سكندال إذن ما كان الأمر متعلق أبدا بفضيحة ما يعني ما كان في شي غير أخلاق أو يعني غير مقبول بس أنه عم يحكو أنه باب الإشاعات يعني باب أنه الحكي أنه عم يحكو عن خيار الأميرة أنه هو أحد عام من الشعب شو هندرا قلتا فيك دانيال ان ايجن بوستاد فو دروتنينكس هونس إذن في عام 2008 حصلا دانيال على مسكنه الخاص ان ايجن بوستاد في دروتنينكس هونس إذن هون أعلن الزوجان خطوبتهما إذن هون أعلن الزوجان خطوبتهما أعلن خطبتهم بـ 24 فبراوري 2009 بينما هو حصر على مسكن بـ 2008 و2010 صار الزواج مثل ما شفنا بالصفحة اللي قبله بو دين تيدن بو ديكتوريا ان فليجل بو دروتنينكس هونس سلوت بو دين تيدن في هذا الوقت بو ديكتوريا ان فليجل بو دروتنينكس هونس سلوت إذن في هذا الوقت سكنت ديكتوريا في جناح في قصر دروتنينكس هونس سلوت هي قصر اوفيسيالت فار بارت انتي سامبورج اوفيسيالت رسميا فار بارت انتي سامبورج فاري برو لبت إذن لم يطيم الزوجان معا ما عاشوا مع بعض فاري برو لبت قبل الزفاف رسميا من الله فشتور ات دم دي لدي بو دي مستا لانت انان ديكتور شيركا من الله فشتور ات دم دي لدي بو دي مستا لانت انان ديكتور شيركا ولكن فهم او تفهم الجميع انهما تقاسما معظم الامور دي لدي بو دي مستا معظم الامور مستا تقاسما معظم الامور لونكت انان اذا قبل ذيكسل قبل لونكت انان ذيكسل قبل الزواج بوقت طويل استور شيركا في الكنيسة الكبرى او في استور شيركا هو طبعا هون اسم ناوي ترجم طبعا انا حط الكنيسة الكبرى ولكن هو اسم استور شيركا فيكسل طبعا هو اسم مرادف لاكتنسكا اللي هو القران يعني حقت القران بس هي اسم مرادف ما يبعنا الزواج اذا لونكت انان هو قبل ذلك بوقت طويل اذا هذا كان الدرس اليوم بس اللقى في عنا لسه بعض الجمال انا ححكي عنا هي تعابير ممكن تستخدم يعني لقيت انا مرادفة نحنا ممكن نحكي اشياء اول هون تعبير عندي طبعا هو جزء من جملة يعني جزء من فاراغراف يعني فأنا حقبت اني حط لكم يعني يعني هون حضرة الجميع حفظ الزفاف دار تريف فادس كسينر فاستر اوك مور برودر سم انتي هادي ست ورندر بو مونج عور دار تريف دس كسينر فاستر اوك مور برودر سم انتي هادي ست ورندر بو مونج عور اذا هناك في حفظ الزفاف التقى ابناء العموم ابناء العم ابناء الخالات كلان دور كسينر فاستر العمات اوك مور برودر والاخوال سم انتي هادي ست ورندر ومونج اور الذين لم يروا بعضهم البعض لعدة سنوات يعني الاسرة كلها كانت مجتمع يعني نقول العيلة وعيلة العيلة يعني هون كانت الاسرة كلها مجتمع التعبير اللي بعده إذا هنا نتحدث عن اللوقات الماضية عما مضا تحدث عما مضا هون سا أت هون خمدس فور أت هون خمدس فور أت هون خمدس فور خمدس إذن وقالت أنها شعرت بالخجل خمدس طبعا هذا الفعل في حرف S دائما إذن هي شعرت بالخجل لأنها شعرت بالمغيرة سابقة عندما التقى زوجها بشابة أخرى طبعا هون سينما ملاحظين حطينا سين لأنه عندي مني الفاعل هون فإذن هذا الزوج تابع إلا للفاعل لشانك حطينا سين إذن نقول هنس صار معناته زوج شخص آخر أما هون سينما لأنه الفاعل نفسه إذن هن سكرت دي وقصا أت صودانت هندر إدم بيستا فاميلير هن سكرت دي وقصا إذن هو ضحك وقال صودانت هندر إدم بيستا فاميلير يعني تحدث بأحسن العائلات تحدث بأفضل العائلات أو تحدث بأحسن العائلات كمان إحنا هذا التعبير منقوله بالعرض الجملة اللي بعدها مين دوتر سكولكر فيلدكت ميكة مين دوتر سكولكر فيلدكت ميكة يعني هون سكولكر هو فعل بمعنى يهرب من المدرسة يتهرب من المدرسة إذن تهرب ابنتي كثيرا حقا من المدرسة فيلدكت حقا أو جدا يعني هن غور سيستا أوريت بو يمناسيت هن غور سيستا أوريت بو يمناسيت إذن هن غور سيستا أوريت بو يمناسيت إذن هي آخر سنة إلى بسانو هن سيار أت هن انت فيل فوتشتا ستوديرا هن سيار أت هن انت فيل فوتشتا ستوديرا إذن هي عم تقول أنه هي لا ترغب بمتابعة الدراسة هون كمان مثل ما أنا شايفين عنا انت فيل وليس فيل انت هون انت فيل ليش عطينا الانت قبل الفعل قبل الفيل لأنه هون عنا جملة فرعية أت متما قلنا أت الكلام اللي بعده بديكون جملة فرعية فساعدتنا نحن كلمة انت النفي تجي قبل الفعل وليس بعد الفعل إذن أت هن انت فيل فوتشتا ستوديرا هي ما عند رغبة أنه تكمل دراستا هن فيل انت أربية تهلر سيار هن هن فيل انت أربية تهلر سيار هن إذن هي كمان ما عند رغبة أنه تشتغل شايفين هون هن فيل انت هون لأنه جملة فوت ساتس فحطينا الانت بعد الفيل بينهنيك لأنه كانت بقنا بي ساتس جملة فرعية حطينا الانت قبل الفيل قبل الفعل إذن هي عم تقول لا بدها تكمل دراسة ولا بدها تشتغل يوك اير ريد فر أت هن كمر أت بلي فاميليينز سبارتا فور يو اير ريد فر أت هن كمر أت بلي فاميليينز سبارتا فور إذن أنا أخشى أنا الآن ريد ثور دعما نقول نحن ريد ثور أت هن أنها كمر أت بلي ستصبح كمر أت نحن طبعا التعبير عن المستقبل هده هو مو شي مخطط له بس هذا الشي ممكن أنه يصير كمر أت بلي أن تصبح فاميليينز سبارتا فور يعني مثل ما بقولوا نحن طبعا الغنمة السودة هون يعني بالأسرة نحن عنا نقول بالعربي أنه مضرب مثل الأسرة السيئة أن تصبح يعني أنه العيلة كلها تقول أنه تعيب عليها يعني أهو يتصير مضرب مثل الأسرة السيئة طبعا في عنا تعبير نحن بيقولوا أعفوا يعني بيقولوا بلوعة العيلة يعني عنا بالشام بسوريا فهي يعني بالسويدي بيقولوه سبارتا فور فاميليينز سبارتا فور إذن هاي كانت التعبير اللي عنا اليوم وهذا كان الدرس عن الزواج بالماضي والحاضر طبعا مثل ما قلت هو أحد دروس سلسلة المجتمع بتمنى يكون الدرس عجبكم وتكونوا استفدتم من الشرح ومن الترجمة ومن الكلمات ومن القواعد وكل شي وإذا عندكم سؤال طبعا نسألوني وإن شاء الله منلتقى بدرس جديد عن قريب السلام عليكم اشتركوا في القناة